في المكان والزمان المناسبين سانارود تتوعد إيران إسرائيل مجدداً بالانتقام مصوبة رسمياً سهم الاتهام نحوها بالوقوف خلف حادث منشأة ناطنز الأخير ويشدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواز ظريف على ضرورة عدم وقوع طهران فيما وصفه بالفخ الإسرائيلي لعرقلة مسار رفع العقوبات صعد من لهجة الاتهام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة فاعتبر حادث مفاعل ناطنز إرهاباً نووياً وشدد على أن ذلك لن يحد من قدرة إيران النووية إذا كان هدف الهجوم هو الحد من قدرة إيران النووية فأقول في المقابل أن أجهزة الطرد المركزي التي تضررت هي من نوع AR1 وسيتم استبدالها بالتأكيد ليس ممكن في كل الأحوال أخذ التهديدات على محمل الجزم لكن في سياق الظرف الحالي قد تأخذ المناوشات الكلامية بين طهران وتل أبيب المواجهة نحو مراحل أكثر تقدماً ففي الفترة الأخيرة امتدت الاتهامات بين الطرفين إلى البحار على هذه الجبهة من المواجهة تبادل الجانبان سيلاً من الاتهامات باستهداف سفن بعضهما وتوعد كل طرف بالانتقام أما على الأرض السورية حيث لإيران وجود ونفوذ يزعجان إسرائيل فمراراً توعدت الأبيب طهران باستمرار الاستهداف حتى ينتهي وجودها تماماً في العمق السوري وهدد الإيرانيون بدورهم أكثر من مرة برد مؤلم على أي اعتداء على مصالحهم في هذه الساحة